رجل شجر احتلم فأفتاه بعض الناس بوجود الهسر اغتسل فماهد فقال صلى الله عليه وسلم قتلوه قتله الله هل لا سألوا إذا لم يعلم الحمد لله رب العالمين وبهن السعين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين مشاهدين الكرام تحية طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أهلا ومرحبا بكم معنا وبيننا في هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم كل مساء من السادسة إلى السابعة عبر شاشتكم قناة القرآن الكريم لإجابة عن أسألتكم واستفساراتكم وأسعد بالغة ورحب بالغة الترحيب بضيفنا الفاضل الشيخ وفاضل الدكتور سعيد بوزري حياكم الله دكتور سعيد مرحبا بكم إذن مجيبا عن أسئلة إخواني وقواتي دائما على أرقام الخدمة والهاتف وتواصل 021-33-43-021-37-42-7-8 نتلقاها بعد بيان موضوع لقاء هذا العدد مواصلة من الشيخ في شرحه للقواعد الفقهية ونقول إن علم القواعد أيها الحباب الكرام الفقهية من أجل العلوم الشرعية منزلا وأشرفها مكانا وقد أشاد كثير من العلماء بها أمهية هذا العلم وعظيم فائدته يقول الإمام القرافي وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقه ويشرف ويظهر رونق الفقه ويعرف وتتضح مناهج الفتوى وتكشف إذن هذه إشارة لأهمية هذا العلم واليوم إن شاء الله مع قاعدة فقية جليلة لا اجتهاد مع النص يقول الله تبارك وتعالى في كتابه قولا كريما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يصل الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينة من هذه الآية الكريمة جاءت هذه القاعدة فإذا عرفنا معنى الآية عرفنا المعنى الذي من أجله حرم الله الربى وحرم كثير من الأمور هذه القاعدة لها معنى ولها بيان ولها أمثلة ولها تطبيقات كما تعرفنا مع خواتها من القواعد كذلك مع قاعدة الاجتهادة مع نص وفي تعبير آخر يقال لمساغة مع مورد النص هكذا دكتور تفضل لكالله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله معاشر المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله لاجتهاد في مورد النص أو لاجتهاد مع النص قاعدة مهمة لابد أن نفهمها وأن نبين مقاصدها وأن نبين أهميتها في حياة الناس قبل ذلك لابد من إشارة من باب التذكير إلى أهمية علم القواعد فالقواعد الفقهية علم جليل اجتهد العلماء في تقعيد هذه القواعد انطلاقا من النصوص الشرعية في الكتاب والسنة فجميع القواعد الفقهية وهي كثيرة جدا وقد شرحنا العديد منها ولا نزال نشرح هذه القواعد الفقهية المهمة في مجالي العبادات والمعاملات اجتهد علماؤنا في استنباط تلك القواعد وفي صياغتها بشكل موجز فالقاعدة الفقهية صغيرة في مبناها عميقة في معناها القاعدة الفقهية مبناها صغير ولكن معناها عميق كما قلت هذه القواعد لها أصول في الكتاب والسنة النبوية من فوائد هذه القواعد الفقهية أنها تيسر الفتوى تساعد المفتي على استنباط الفتوى وتساعد القاضي على الحكم القضائي وتساعد المجتهد أيضا في اجتهاداته في النظر في النوازل التي يفرزها واقع الناس في النظر في المستجدات والمستحدذات والنوازل التي تطرأ في حياة الناس إذن فوائدها عظيمة جدا ومن العلماء الذين تحدثوا عنها العز من عبد السلام الذي يلقب بسلطان العلماء والإمام القرافي صاحب الفروق وصاحب الذخيرة والقاضي عبد الوهاب البغدادي صاحب التلقيين والمعونة بالمناسبة الذي يقرأ كتاب المعونة وهو كتاب جيد جدا التزا يعني طبق العديد من القواعد الأصولية والعديد من القواعد الفقهية إذن وكتاب الأشباه والنظار يعني العديد من الكتب التي تناولت هذه القواعد الفقهية وقد أشرنا إلى هذه المعاني وإلى معاني أخرى في لقاءاتنا السابقة الآن نقف وقفة مع هذه القاعدة الفقهية لا اجتهاد مع نص أو لا اجتهاد مع النص أو لا اجتهاد في مورد النص ولا يستساغ الاجتهاد في مورد النص المراد بهذه القاعدة إجمالا أن الاجتهاد مطلوب يقينا ولكن لا تتعطلها الآن نعم النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسل السلام عليكم معاذ بن جبل إلى اليمن قاضيا قال له بما تقضي بين الناس قال بكتاب الله قاله فإن لم تجد أي إذا لم تجد نصا قرآنيا في القضية المعروضة قال فبسنة رسول الله انتقئ المصدر الثاني قاله فإن لم تجد قاله فإن لم تجد أي نصا حديثيا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم متعلقا بهذه المسألة المعروضة قال أجتهد رأيي ولا آلو قال له أجتهد كل ما في وسعي من اجتهاد لا أدخر جهدا إذن يجوز له الاجتهاد عند عدم وجود نص ولكن فضلا عند ذلك كذلك الآيات القرآنية التي دلت على هذا المعنى الآن أعود إلى مضمون هذه القاعدة لا اجتهادة إذن هذه القاعدة تمنع الاجتهاد ولكن متى حينما يكون هناك نص قطعي ثبوتا ودلالة فإذا وجد نص قطعي ثبوتا ودلالة فيمنع الاجتهاد في ذلك أذكر أمثلة على ذلك قال الله تعالى في سورة البقرة في الآية ميتين وخمسة وسبعين وأحل الله البيع وحرم الربا فالبيع إذن مباح طبقا وهذه الآية وهذا الجزء من الآية ودليل على القاعدة الفقهية الفقهية التي شرحناها فيما سبق أن الأصل في المعاملات الإباحة إلا بنص بمعنى يجوز الاجتهاد في جميع المعاملات العقل الإنساني له الحق في أن يجتهد في برام العقود والتصرفات وفي اختراع أنواع الشركات وأنواع العقود المنظمة للمعاملات بلا حدود ولا سدود فالأصل في ذلك الإباحة إلا إذا وجد نص المانع فإذا عدنا إلى آية ميتين وخمسة وسبعين من سورة البقرة تمنعوا التعامل بالرمى هل يجوز لشخص أن يقرض غيره مبلغا ماليا مقابل نسبة مئوية من الفائدة يقول أقرضتك هذا المبلغ مقابل نسبة فائدة تقدم شهريا أو سنويا أو كليا عند استلام المبلغ عند السادة الجواب لا كل قرض جرى منفعة أو جرى ربحا فهو الربا والربا محرم بنص الكتاب والسنة وقد استمعني الآية في سورة البقرة وأحلى الله البيعة وحرم الربا والربا قليله وكثيره حرام هل يجوز يسوغ الاجتهاد هنا لا يجوز ربنا قال ولأبويه لكل واحد منهما السدوس مما طرك إن كان له ولد فإذا مات شخص وطرك ولدا سواء كان ذكرا أو أنثى لأن لفظ الولد لفظ المشترك ينطبق على الذكرا والأنثى وطرك والدين الجواب طبقا لهذه الآية الأب له السدوس والأم له السدوس طبقا للآية الواضحة فهي قطعية في ثبوتها والقرآن كله قطعي من حيث الثبوت وفي دلالتها ولأبويه لكل واحد منهما السدوس إن كان له ولد انتهى الأمر القطعيات الأخرى الواردة في مجال العبادات ربنا قال في صورة البقر الأيام وعشر أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إذن لا اجتهاد في مورد النص هل يجوز لشخص أن يقول لا لا نطبق الزكاة الجواب لا الزكاة وردت في نصوص نصوص قطعية في القرآن وفي السنة النبوية وكذلك المقادير هل يجوز للشخص مثلا أن يقول أن مقدار الزكاة هو عشر بالمئة معنى هل عنده مئة مليون سنطين بنسبة الجزائر وحال عليها الحول لازم يدفع عشر ملايين الجواب لا لا اجتهاد في مورد النص نقول الواجب دفعه هو ربع العشر ربع العشر لا اجتهاد في مورد النص أي 2.5% فقط يعني 25 ألف دينار جزائري بالنسبة لمن يملك مبلغ مئة مليون سنطين وقد حال عليها الحول نصاب الزكاة كما قلنا فيما سبق طبقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم مقدر بـ 20 دينارا ذهبيا طبقا للحديث الذي خرجه الإمام مالك في موطئه إذن 20 دينار ما يقابل الآن 85 غراما ذهبيا يعني بالأوزان الحالية كما مقدار النصاب الفضة هو 200 دينار طبقا لذات الحديث المخرج في موطئ الإمام مالك ماذا يعادله في الأوزان الحالية 595 غراما في الفضة من الفضة وهكذا وكذلك أصناف الزكاة أيضا لاجتهاد لأنها وردت حصرا في الماد في الآية الستين في الآية رقم ستين من صورة التوبة إنما الصدقات أي الزكاوات للفقراء والمساكين والعامين عليها ذكرها هؤلاء هل يجوز لنا أن نجتهاد نقول الغارمون الغارمون لا يدخلون في الأصناف الزكاة الجواب لا لا اجتهاد في مورد النص هل يجوز لنا أن نعدل في رمضان رمضان يدور حول الفصول هل يجوز لنا أن نثبته في فصل الشتاء مثلا الجواب لا ربنا قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه الآية 185 من صورة البقرة آية الدين اللي موجودة في صورة البقرة الآية 2082 يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل المسمن فاكتبوه ذكر توثيق الديون والإشهاد والتجارة والرهن كل ذلك وارد إذن هل يجوز مخالفة نص الجواب لا قال الله تعالى في صورة البقرة لا تمسك هنا ذرارا لتعتد هل يجوز الجواب لا يجوز المحرمات القطعيات كما في صورة النساء حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر محرمات القطعيات التي وردت بنصوص قطعية في ثبوت وذالة في القرآن والسنة وكذلك ما ورد في السنة على أن يكون ثابتا قطعا يعني قطعا في السنة النبوية وللعلمات أصحاب الصناعة الحديثية لهم طبعا باع وبحوث معمقة في هذا المجال وقد يكون النص ثابتا قطعا قطعيا ولكن من حيث الثبوت قطعي ولكن من حيث الدلالة لا هناك نصوص ظنية الدلالة في القرآن وفي السنة في القرآن كله قطعي ثبوتا حيث الثبوت ولكن من حيث الدلالة هناك نصوص قطعية في الدلالة وهناك نصوص ظنية في الدلالة والأدلة موجودة ربنا قال يتربص بأنفسين ثلاثة قرؤ ما المقصود بالقرؤ هذه من الأمثلة المشهورة ولكن هناك أمثلة أخرى القرؤ عند السادة المالكية والشافعية المراد به الطهر وعند السادة الحنفية والحنابلة المراد به هي الحيظ ولهم أدلة في ذلك هناك من اعتمد أدلة لغوية ربنا قال ثلاثة قرؤ إذا كان العدد مذكرا فإن المعدد لابد أن يكون مؤنث وهكذا إلى آخر ما يقال فهذه القاعدة الذهبية هي قاعدة مهمة تجعلنا نتأدب مع النصص تعلمنا الأدب هناك نص قطعي ثبوت ودلالة لا يصح إطلاقا بدعوى الحداثة أو العصرنة أو الاجتهادات التي لا تقوم على أساس لا يصح ذلك على وجه الإطلاق إذ لا اجتهاد في مورد النص صلى الله إليك شكرا دكتور سعيد إذن في هذه اللحظات يرفع على ما سمعنا هذا صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الجزاء العاصمة وما قاربها من المدن نسمع ونردد مع المؤذن بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوطا صدق الله العظيم الله أكبر أشهد أشهد أن لَا إِلَا إِلَّا 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 اللَّهِ أشهد أن محمد رسول الله 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 تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة وثواب ونشر على بركة الله في إجابة إخواننا السائلين والسائلات ومع السؤال الذي ورد البرنامج دكتور سعيد يقول صاحب السؤال شيخنا الفاضل توفية الوالدة الكريمة رحمه الله من أيام بعدما كانت تعاني من المرض الذي أقعدها الفراش وفي هذه الفترة كانت ترعاها وتقوم عليها أختي الصغيرة رعاية كاملة وتامة في حياة الوالدة أوصت أختي الكبيرة وكان لوحدهما بالقول سلسلة العنق وأقراط الأذنين لأختكم الصغيرة التي ترعاني وفي آخر حياتها قالت ذهب أتركه للوالد هو يوزعه عليكم أما الوالد بعد وفاتها قال من عاداتنا وأعرافنا أن الذهب يوزع على الإناث فقط علما أن جل الذهب اشتراه الوالد للوالدة في حياتها فيسأل السائل يقول هل يدخل مال التعازي في التاركة يقول أن فيه ناس جوا عزاهم أعطاهم المال ويقول أن الوالدة تركت ذهب وبعض المال وثلاث نعاج ونحن الورثاء الزوج وهو الوالد تعالى الأخ سائل وست بنات وخمس ذكور يقول شيخنا أفتناك كيف يأول الأمر ورجاؤنا منكم الدعاء للوالدة بواسع الرحمة والمغفرة نسأل الله أن يرحم والد الكريم برحمته الواسعة وأن يرحم جميع موتانا وموتى المسلمين وأن نسأل الله لنا جميعا الثبات فكلنا إلى ذلك المصير أما بالنسبة لتلك الوصية نعم هو الأصل أنه لا وصية لوارث هذه قاعدة أصلها حديث نبوي شريف قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ولكن لا حرج شرعا من مراعاة العرف الذي ذكره هذا الوالد هذا العرف قائم أن الذهب يقول إلى البنات لا حرج في ذلك خاصة أنه وصية المرحومة وصيت باللي تروح للبنتها الصورة للمبعدين نسختها بوصية أخرى وكأنها أعطت توكيل لزوجها يعني لوالدكم فلا حرج شرعا من احترام إرادة هذه المورثة المرحومة لحرج شرعا أما بالنسبة لمال التعازي هذا لا يدخل في التاركة هو ليس مملوكا للمورثة ما معنى التاركة؟ ما خلفته أو ما خلفه المورث ما خلفه من منقولات وعقارات وحقوق مالية محضة وحقوق ارتفاق وغيرها هذه هي مجتملات التاركة ولا نجد مال تعازي في مكونات التاركة وفي عناصرها هذه الأموال تقدم عادة دعما مساعدة جبرا لخواطر عائلة المتوفات مواسات لهم ليس إلا إذن يصرفوها على الدار بيناتهم ويقضي وكذا إلى أخير وربما يدروا أي مشروع إذا كان مبالغ مالية كبيرة لفائدة الجميع والسلام ولكن هو ليس ميراث وليقسم قسمة الميراث أما ما تركته المورثة من ذهب ومال وثلاث نعاج هذا كله ميراث يقسم كالآتي الزوج طبعا بابكم هو زوجة المرحومة يرث الربع لوجود الفرع الوارث الباقي يأول إلى ستة بنات وخمس أبناء للذكر مثل حظ الألثيين كما قال ربنا في أهل القرآن يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الألثيين أصل المسألة هنا هو أربعة يعني اللي هو المقام الوحيد الباقي عصبة بالغير المقام الوحيد اللي هو أربعة هو أصل المسألة ربع أربعة هو واحد يقول للزوج الباقي هو ثلاثة ثلاثة أسهم لا تقبل قسمة على البنات والأبناء ست بنات هم ستة زائد خمس أبناء كين طبق القاعدة الآية للذكر مثل حظ الأنثين خبس أبناء بتضعيف رؤوس الأبناء يوليه عشرة خمسة في اثنين يوليه عشرة زائد ستة اللي هو ست بنات المجموع هو أسطاش السؤال هل يمكن قسمة ثلاثة أسهم على عدد الرؤوس لها وأسطاش الجواب لا لأن علم الفرائض في هذا المقام وفي هذه المرحلة لا يقبل الفواصل ولا الكسور إذن نقول أن المسألة قد انكسرت والمسألة المنكسرة تحتاج إلى جبر وتصحيح كيف نصححها بضرب عدد الرؤوس المنكسر عليهم وهو أسطاش يضرب في أربعة أسطاش مضرب في أربعة يساوي ربعة وستين يساوي ربعة وستين الآن نستخرج الأسهم الجديدة بالنسبة للأصل الجديد الذي صححت به المسألة نقول الزوج عنده ثلاثة مضرب في عنده واحد مضرب في أسطاش ويساوي أسطاش إذن الزوج يارث أسطاش من أصل ربعة وستين أما البنات والأبناء نضرب ثلاثة لوعد الأسهم بالنسبة للأصل القديم مضرب في العدد أسطاش يساوي ثمانية وربعين يساوي ثمانية وربعين إذن ثمانية وربعين من أصل أربعة وستين يقسم على أسطاش النتيجة يساوي ثلاثة كل ابن أو كل بنت ثلاثة مضربة في واحد يعني ثلاثة من أصل أربعة وستين والأبناء كل ابن يارث ثلاثة في اثنين في اثنين يعني الستة من أصل الربعة وستين إذن هذا هو هذه الفريضة بالنسبة لهذه المسألة مرحبا فيك شكرا طيب نستمع إلى ناصيرة من الجلفة مرحبا ناصيرة نعم نعم يا ناصيرة مرحبا السلام عليكم أخوة سلام رحمة الله لذلك أخوة الحمد لله أرضي أحفظه إن شاء الله أخوة بغيت أريد أن نترح لكم أسئلة خمس أسئلة معلش فقط إذا تسمعين من التلفاز نقصيه تماماً الله يرضى عليك آه بك نعطي لأخويا صحي عايشك نعم تفضلي أخويا عندي بغيت نسألك على واحد سؤال مهم تسمع في أخويا نصيرت فضلي بسؤال رجال أعطيك صح أخويا زوجي طلقني كم مرة وهو في حالة غاضب قال لي ما نفقش وش نقول قال لي وانا نقولوا رح أخدم وجيب النص والح وقع داويني وجيب لي بحسب وش ناكل ووش وقال لي ما كش خدمة الله غال ما كش خدمة هذلي ومبعد كينغو نبدو ندوسو ندقو ندقو كيز عفد الزب قال لي ما نفقش وش نقول قال لي باش نسكتك بارك باغي بانسكتك خافي ومبعد يقول لي ياكي طالق وراكي محارمة وراكي ونا صير أنت شايفتي بلا خدمة يعني منين يجيب لك وانا غالب وقضت برازك شوف الحل ما عندي منذر لك هكذا قلت له ربي رزقكم شاء الله يفتح عليكم شاء الله وقضت وقل أحرام ولمش عافوا وانا عندي تساعتش نعم وانا زوجة بي وقعد عنده وكيفش نعمل أخي وانا عندي شوين نروح ما عندي لما لي يا لا خوتي كل واحد في داره وانا عندي هنا وحيدة وعندي غير طفلة وحدة وما كشوين نروح هكتعرفة وكانا نروح وقلنا نهمل وما نتوضل وما نشعر فقعوش يصر علي الله يعطبك شاء الله وينسوزز وانا عندي نخسر داري ولا ما بغيت أخويا نخسر داري بغيت نقول شوفي هذا السؤال ناسيرة هذا السؤال قال لك شي خلي لقم يمكن نتواصل مع الزوجة هذا نسمعه من نوت ونفهمه عليه إذا فيه أسئلة أخرى تفضلي بي عندي أخويا أسئلة أخرى عندي ربعة أخرى اللي تغيطي تسمعوني ربي يحفظ ان شاء الله نعم وانا عندي تثنين أخرى وانا عندي تثنين لآخر عندي أخوصة عداد 13 عام ما تصليش ما تحبش تصلي ما تحبش تقوم تصلي الفجر وكي نقولها أصلي ما تبغيش تسمعلي غاع وكي نقولها بنت يخوذي الرأي تقلب بالكلمة وما تخش غاع الرأي وعند تقلاق بزيف خوي تقلق 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 وقيت لي عندي حاجة فراثي لحظ رحية مثل حيوني متلقاء وش ندير تزعف وتسب فيها وننزعف نضرب فيها ما عرف شو يدعو وش بها أخوية دعو لها بالخير ربي يحفظكم إن شاء الله دعو لها بشي ربي ديها مع طريق الخير وتصلي صلاتها وما تقامر تقامر فيها بزاق أخوية إن شاء الله اللهم كما أصلح الصالحين ربي يصلحها إن شاء الله ويهدي سلها إن شاء الله الله ينورك أخوية وصلات الفجر وصلت على الأوقات هذو كنقولها صلي صلي وغير بسيف غير بسيف برك نعم نعم ما لك راه ما توضيه لا لا نشوف فيها عايش معايا ديما ما يتوضى شكا يصلي هكذا والفجر صلي ما يصليش الفجر ديما يروح على الفجر وما يصلي غير أوقات هذوك صليصلي هم بيدون لوظو اه وذبنا نعطيك سؤال الثالث خوية لا معلش تفضلي الله يحبك إن شاء الله عندي باب الله يرحمه كان هو وخاوته زوج من خاوته هو الثالث ديما يتدقوا على الأرض على الأرض يتدقوا 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 تخصبوا على الأرض اه ديما خوية متنائسين ديما متنائسين هو وخاوته كيما توقع كل واحد لا يرحمه ماتوا في ثلاثة ها سمحي لي يتخاسموا على قسمتها ولا يتخاسموا على الرسمية تاحها ولا علىه هش هم لأبدهم خلّهم الورث لأرض أعتقد آدادهم ما قسموها لا قسموها كذا غير خاوته بيناتهم وما تساهمت عليها ديما يدوسوا يدوسوا هذا يقول آرض تاعي هذا يقول تاعي هذا يقول تاعي ودقوا يدقوا ومن بعض ذاكي وهم متنائسين ماتوا ما توفلك متفاشيين بيناتهم هذا ما يهدر مع هذا ماتوا ماتوا وقع في ثلاثة هكذا هذا الله يرحموك يرحموك ماتوا يعني وش يقول شرعان هل يربستحان ويغفر لهم يعني وش داروا يعني يحس حق المجاهدة الله يرحمهم مجاهدين كانوا يمشون الله يبارك يعني في الدين الله وكل شي وكتعرف ربي غرهم الشيطان عليهم ربي يرحمهم راحوا رحمة الله يتونهم برحمته نزيدلك سؤال أخو يا الله يحظك إن شاء الله بذل ما يحموك كان في فرنسا ما يصلي ما يصوم ما يصلي ما يصوم بعد السنين تجاه البلاد الزاير يصلي مرة يصلي مرة يصلي مرة يصوم مرة يصوم وواكلك مسكين مات بالمرض يحفظنا ويعافينا إن شاء الله ويعافيكم إن شاء الله مات مرض ما يمليح مسكين وتعاثب. بتعاثب عامين. هو مسكين يتعاثب. وكما لا يرحمه. مسكين هو يضحك. مسكين لا يرحمه. متى هو متبسم. يتبسم. بالصح ان شاء الله ان شاء الله يربي يغسره إن شاء الله. وقضاها ذاك السوم. مقضا ولا ما قضاش؟ والله ما قضاها أخويا. ما قضاش دعا. ما قضاش. وساعة عندي اختي ساعة سوم على ست يام شوال. سوم على ست يام شوال كل عام. بس عادة ما يكتش. والسنين لي. وش حال عليه يا ماد. والله عوام. والسنين عوام. العوام هي حصرها من اللي كان صغير. يصور واحد خمسين سنعة هكذا كلها. خمسين كل ما صام هاش. ايه. خمسين عام هكذا كل ما صام هاش ما ما صلى. وبعد يجي البلاد يصلي ويصوم. بس حي يخلي تاني ما صليش ديرك ديرك مريق لا صلاته مريق لا. بجاوبك شاء الله. اخويا ثانية زيدنا عطيك سؤال. للاخو الخامس. اخويا معليش. ازيد. 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 واسمي. راكي في السؤال سادس. اروح. اه السؤال سادس حقا يا عيش. رضيح. اهلا بركة. عندي طفلة قلت لك عمرها 13 عام ما تصلي مصر ما يقول. هاكوا حي ما تصلي. عندي جاب يخويا بغيت نسألك الجيران. عندي بعض الجيران صامتين وقرب عبزة في الباب. وقت عرص سكوتبرك يسلفوا بزاف. وواحد الجارة ما شيفت حاله في الباب. زأت وتدعي ليا. قلت لما تفتحيلي في الباب. زأت وتدعي لي بشراء الخويا. ماش عافل لنا ظلمتها. يعني هي بوش يعني قول شرع في هنا يعني. دي ما انا شوف. اخويا صامتة بتجير. جينا في عقا صامتينة كل حال. وبصع واحدة بيشان صامتها بزاف. شوية مريضة عقلية شوية. وانا محبش يفتح لها الباب خويا. صافية تقضب علي. قلت للي راكي ظلمتيني هنا ما تفتحيليش باب وقع. وتدعي لي بالشراء. واضح يا ناصرة واضح. الله يعيش خويا. شكرا. الله يا حظك خويا. وزيد لك السؤال الخامس. اخويا عندي باب الله يرحمه كيمات. لما عليك. كفرش عليكم أخي. كالناس بعدك يا ناصرة. كالناس لهم ينتظروا. هذا السؤال آخر يا خويا. هذا فقط. إلا هذا السؤال. عندي باب معي هذا باركي. راكي. 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 اخويا عندي سؤال آخر هذا. باب الله يرحمه كيمات. خلى ديار وخلى مبلغ من المال. هاكذا. وش خلى. دراهم. دراهم شوية تاع دراهم. وديار. ديار في كوبا يعني واحد فيلا هاكذا. راح يما ما زلت ربي يحفظها ان شاء الله. أعطتهم الخاوطي ذوك ديار. ما 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 عطتنيش منهم قاع. والدراهم. أعطتنا منهم غي شوية بصعب الزف اللي عطتهم الخاوطي. خاوطي أعطتهم بالدف. وحنا أعطتنا غي شوية برض. بصح كفية تمدلهم ديار اما على اسم باباك. ايه وتعبابة. تعبابة الله يرحمه. بصح كتبوه على اسم يمك. آآ كاتبهم في الحيات على اسم يمك. آآ بك الصح. اكتبوه منا في حياتها. وقلها باللي هو خلاهم هاكذا ما قال أولو. بصح يما ربي يذكرها بالخير. بحب ذراري قد كن حب ذكورة. أعطتهم لهم على اسمهم. أعطتهم لهم غي. وحنا ما أعطتناش منهم غي. يمك رايحية. هي يمك. آآ. رايحية. عندي أختي كاسمة طلقة أخوية. كاسمة طلقة. يما دي ما تحضر فيها وما ترحمهاش. وما تدعينها بالشر. تعرف ما ترحمهاش غي. يعني وش يقول هنا شرع. هل يما يذكرها بالخير. يعني ربي يسلح لها. ولا وش يقول هنا شرع يعني. طيب نجاوبك نسير. استمع لنا وخلي رقمك الهاتفي لكي يتواصل معك الشيخ. الله يحفظكم إن شاء الله. آمين. شوكرا نرحتي. شوكرا. نورتوا الجلسة ربي نوركم إن شاء الله. نورة قلبك بالإيمان. يحفظكم إن شاء الله. بعم شوكرا. فوزية من البوليدة نعم. فوزية تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام أخبرك. وش راكم أسادي ذا؟ الحمد لله. أستاذ عندي لك سؤال واحد. نعم. عندي الله ينعم عليك. عندي لواحدة حبيبتي من وهران. اخطبها واحد مغترب في أمريكا. وكي يخطبها فتحها عليها وعقد. وهي دارت عرسها هنا في الجزائر دارت عرسها. بالصح لم يتم الدخول. وبعد هو عاود ولا راح الأمريكا حيث ما يعني يريقلها كواغطها كما يريقلها كواغطها. وبعد قال لها تطلعين عندي. يأتي عندي الأمريكا. في هذه الفترة بعد شهرين من هذك الاحتفال والعرس ودالوحشات الحلال وكل شيء. ربي يخضع آمانات ومرض وتوفى. هذا العريس ربي يرحمه. هذا العريس ربي يرحمه وتوفى. علما أنها عندها ثنين وخمسين سنة في عمرها. وكي توفى. ذركها سقسة والآئمة. ودير العدة ولا ما ديرش. كين اللي قالوا لها ديري. وكين اللي قالوا لها ما ديريش العدة. هي ذركارة محتدة. ذركارة عندها أقريب شهرين يدير العدة. ذركارة محتارة. هذا كنت تكمل العدة تحها ولا ما تكملهاش. هذه غير مدخل بيها. لا ما تخلش بيها. لا لا ما تخلش بيها. قالوا لها تريق ليك وقتك. هي دارت حفلتها. هي وحدها بركة. ماليه هو ما داروش. هي في وهرين قامت الحفل. هكتعرف حنفت زايا للصالة وإحتفال هذا. قال لها تريق ليك وقتك في أمريكا. تريق ليك معي يطلق باش تطلعي. وملاحظة ثانية. ورقها في المريكان ما تسقموش. يعني ما ريق لهاش كوقتها. فتحت غير هنا بعقد جزائري. والفاتحة على سنة الله ورسوله. عندها عقد مدني هنا. هل تسأل على العدة؟ لا تسأل على العدة. والسؤال الثاني. هي طامعة في الورث. أو شهريته. أو ورث في جزائر. أو أمريكا. ماليه. ذلك نطمع ماليه في شجار. رام داروا أفوكات وكلش ماليه. عندها عقد هنا يا فوزية. هل عقده؟ اسمعيني فوزية. السؤال هذا هو ما تجاوبني في هذه الأسئلة أستاذ. فوزية هل عقده هنا عقد المدني ولا لا؟ لا لا عقده عقد مدني بالفتحة على الشيخ. داروا عقد في البلدية. داروا عقد في البلدية. ذوق ياري تسأل على العدة. ياري تكمل العدة ولا لا كيش عدة؟ علما يا شيخ نأكد لك ما تخلش عليها. خلاص واضح إن شاء الله. إن شاء الله. يتك مستحى شيخ. بركة الله فيكم. شكرا. طيب فيه اتصال نعم. تسار من باتنا من؟ علو أم محمد ياسين. ياسين مرحبا بك. السلام عليكم يا خيار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سألتك عندي سؤال. سألتك عندي سؤال. سألتك عندي سؤال. سألتك عن طريقة لحفظ القرآن. سألتك تحفظ القرآن. راكي تحفظي في القرآن وراكي وصله المهم في الصور الصحاب مزلت يعني مزلت يعني راكي بديتي تحفظي القرآن من طريقة بشنا تسهيل الحفظ برك يعطي لي الطريقة الصحيحة كما يقوله وتحفظي وحدك ولا عندك لي حفظك القرآن الكريم لا نحفظي في المسجد في المسجد كي أني رأي تحفظ فيك كي أني تحفظ فيك طريقة تسهيل الحفظ واضح هذا وشك برك الله فيكم شكرا طيب نجيب على بركة الله طيب سلاقجي نبهني إلى برك الله فيه الزميل سلاقجي على مسألة تفضل بها شيخ عبد القادر بالأمس ويرفع التصحيح لنا دكتور سعيد فيها يقول أنه أجاب في مسألة أن الأم ترث الثلث الباقي ووقع هذا خطأ منها المسألة هي ماتت وتركت زوج وأب وأم وأخوة فيقول الزوج له نصف الأم نعم زوج وأب وأم وأخوة فيقول وقع مني خطأا وسهوا أني قلت أن الأم ترث الثلث الباقي نعم شكرا فضلة الشيخ جزاك الله خير الشيخ عبد القادر ننبه أن دائما الفتوى لما تكون على المباشرة يعني أكيد السهو يقع والخطأ يقع شكرا أخي الفاضل الشيخ عبد القادر نعم كما قلت الزوج هنا يرث النصف لعدم وجود الفرع الوارث والأب يرث والأم هنا ترث السدس لوجود الإخوة يزمع من كما تعلم الأم ترث السدس في صورتين الصورة الأولى عند وجود الفرع الوارث مطلقا والصورة الثانية عند وجود عدد من الإخوة أو الأخوات مطلقا سواء كانوا أشقاء أو شقيقات أو من جهة الأب أو من جهة الأم أو كانوا مختلطين الأم مثلا ترث السدس لوجود الجمع من الإخوة والأب يرث الباقي تعصيبا الباقي تعصيبا أما الإخوة فهم محجوبون حجب حرمان أو حجب إسقاط بالأب نعم نجيب على الأسئلة الواردة إلى البرنامج شيخنا سعيد يقول صاحب السؤال عادل من العاصمة يقول وكل شخص ليدير حانوتين مملوكين لي الآن أريد عزلة لسوء تصرفه في الحانوتين نعم الجواب يا أخي عادل الوكالة ليست مؤبدة هي جائزة مشروعة شرعا وقانونا ولكن يجوز ولكن الوكالة أسباب انتهاء تنتهي الوكالة إما بنهاية الأجل قد تكون الوكالة أجل معين أو تنتهي الوكالة بنهاية العمل شخص مثلا يوكل شخص يقول وكلتك ببيع بيتي أو حانوتي أو سيارتي بانتهاء العمل وقد تنتهي طبقا للقانون الجزائر المدى 586 بسبب العزل يعني الموكل إذا رأى بأن ذلك الوكيل لا يحسن التصرف كما قلت فالجواب يجوز شرعا وقانونا أن تعزل هذا الوكيل من ناحية الشرعية أمر جائز ومن ناحية القانونية أيضا جائز ومشروع طبقا لقانون 75 58 المعدل والمتمم وبالضبط المادة 586 نعم طيب سؤال سامير من المدية يقول شخص أتلف لي جراب فهل يجوز لي أخذ التعويض عن هذا التلف الحاصل يا أخي الكريم التعويض جبر لما أتلف التعويض جبر لما أتلف إذا كان ذلك بروعونة منه أو بتهور منه أو بعدم اتخاذ أسباب الحفظ أو إلى غير ذلك من الأسباب فالتعويض في حد ذاته مشروح ولكن التعويض قد يتفق عليه بينكما يعني أنت تقول أعطيني هذا التعويض لما صدر منك قد يكون التعويض بتقدير رجل خير رجل صلح وخبير من الخبراء هو الذي يقدر يعني مقدار الضرر أو مقدار التلف ويقترح أو يحكم بمقدار معين جبرا لذلك التلف الحاصل وقد يكون ذلك بتقدير من القاضي إذا وصل الأمر إلى القضاء طبقا للقانون 75 و58 المادة 182 يجوز ذلك تحت إشراف القاضي والقاضي هو الذي يحدد ذلك التعويض وله الحق في أن يستعين بخبير إذن وله السلطة التقديرية في تقدير مقدار التعويض إذن ليس في ذلك حرج وإذا تنازلت عن طيب نفس وعن طيب خاطر أيضا لك أجر عند الله والشريعة حريصة على استقرار المعاملات وحريصة على الالتزام بالأحكام الشرعية تحقيقا لاستقرار المعاملات وتوثيقا للثقة القائمة بين الناس مرحب الله فيك إلى ما ورد إلى البرنامج من أسئلة استمعت إليها نبدأ مع نصيرة زوجها تقول نطلق ليش حال من مرة شيخ يعني كما كانت هي قداش من مرة نعم فضلت أنت تواصل مع هذا المرة طبعا يا الأخت نصيرة زوجكي طلقك بزاف أنت قلتي مرارا ربي قال في القرآن الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وفي كل مرة يقول لكي وهو في حالة غضب كما قلتي أنه دارها فقط من أجل أن بشي سكتك بشي كذا يعني فاهمنا أنه ليس بنية الطلاق ولكن العبث بعقد الزواج لا يصح لذلك طلبنا منك بش تفيديننا برقم الهاتف بش انتواصلوا مع زوجك لأن هذا الأمر لا يحلوا هكذا هاتفيا الواجب إذا كان خليت رقم الهاتف انتواصلوا معاك وإلا تروح لكش إمام أنت وزوجك تروح للإمام نفتي بش يستمع للطرفين في الوقت نفسه يسمع لك ويسمع له وهو الإمام وهو الذي يقدر المسألة وهو الذي يفتي لكم بشأن هذا الطلاق نعم طيب السؤال الموالي تقول عندها بنت لا تصلي ولا تسمع الكلام وهذه البنت يعني كان لها الثراب يعني القلق وتحس بهذه البنت وتقول أنها تحس بهذه القلق ولا الثراب يعني الذي تعاني منها نعم ركزي معي يا نصير بنتك عندها 16 سنة وهذا العمر هو من المراحل الصعبة جدا ذكور وإناث عند الذكور وعند الإناث لذلك أنت عسي روحك أنت ركي تقول لنضربها ما تضربي هاش والوصية هذه نقدمها لجميع الأمهات والآبة ما تضربوش أولادكم هذا الضرب خاصة بعض الوالدين يتجاوزون الحدود حدود التأديب ويلحقون أضرارا كبيرا بأولادهم يلي يغلطوا وداروا هذا الأخطاع يحبسوا يتوقفوا نهائيا الوقت ما يسمح ليش باش نفصل في الآثار السلبية الناجمة عن هذا السلوك الصادر من بعض الوالدين ما تضربهاش ركي قلتي هي راه تتقلق كثير ننصحوك باش تديها لطبيبة نفسانية لازم تعرض على الطب النفسي لا تتقلق كثير ذلك شيء من القلق هذا يشعر به جميع الناس كبارا صغارا رجال النساء ولكن إذا كان هذا القلق صفة غالبة فيها لازم تعرض على الطب النفسي قلتي ما تصليش نصحيح يا نصحيح يا نصح تنصح تذكر فقط حاولك أن تزيد تضرب وكذا تزيد تكره كامل وممكن تريد تصليم بلا وضو ولا تدير الأشياء كهذه وزيد تكره الصلاة تكره الصلاة نروح بالعقل 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 ربي سبحانه أمرنا بالرفق ونبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا بالرفق إلا زانة كما قال في الحديث الصحيح وربنا عز وجل قال في القرآن الكريم في الدعوة عموما ويصح الاستشهاد بهذه الآية ودعو إلى سبيل ربك بالحكمات والموعظة الحسنة وجدل من تي الحسن الحكمة ودين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة والتذكير بقل وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين التذكير والنصيحة والإرشاد والتوجيه وتصلي معاك مرة ما تقولها بنتي الوحي تصلي معاك جماعة وباللطف إلى آخر إن شاء الله ربي يهديها ويصلح بلها ويحفظها من كل بل طيب سؤال الموالي تقول زوج هاي صلي بلا وضو أنا شايفاته بعيني أمر عجيب صلاته باطلة نعم لا تصح هذه الصلاة بلا وضو وهذا من العبث بالدين هذا من اللعب بالدين وهذا أمر لا يجوز قطعا قولا واحدا ربي هديها هذا هو الشقول وأيضا يحتاجه النصيحة والتذكير ربي يهديه ويهدينا جميعا آمين طيب سؤال الموالي تقول عندي الوالد مع إخوته الثلاثة دائما كانوا في خصام في تشاجر على الأرض على قسمتها وماتوا متخاصمين مع أنها كانت لهم يعني جلاء الأعمال من الجهاد وغير ذلك ولكن كل واحد ما تما يهدرش معقوم أولا بالنسبة الجهاد انتعهم ربي يتقبل جهادهم نسمو الله القبول أما بالنسبة الموضوع الورث ومن يقتل أو يغلب فسوف نؤتيها أجر عظيم أخطأوا جميعا للأسف للأسف لأنهم ما قسموش الميراث اللي ربي سبحانه هو اللي قسموه على الناس لا شيخا قسموه ما تفهموش في القسمة قسمو الميراث وما تفهموش لو كانوا شافوا الناس يدخلوا بيناتهم يفرواها بيناتهم ما شي بتغنانت وكذا وكذا دركوا الأماتهم تخصمين نقولوا لهم نسأل الله لهم المغفرة ربي يغفر لهم وكثر لهم بالدعاء إن شاء الله والصدق عليهم إن شاء الله ربي يتقبل ورب يغفر لهم باباها ما كانش يصوم ولا يصلي قربت خمسين سنة وقالت من بعد أرجع وصلنا وسام يعني وترك والله مات بالسرطان وقالت مات يضحك ربي يرحمه برحمتي الواسعة نحن ندعى بالرحمة ندعى للجميع ربي يرحمه برحمتي الواسعة ولكنتم اجتهدوا في قضاء ما عليهم الصيام بقدر المستطاع وهي أيام كثيرة واللي ما قدرتش تصومه تقدموا فيديا عنه وعن كل يوم ما صاموش والأيام لي ما صامهاش وكثروا للدعاء والصدق نسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة ورحمة الله واسعة إن شاء الله ندخل عندي جارتي صامتة يتسلفوا بزاف الحواج وقالت أصبحت أفتح لها الباب ودعات عليها نحن الدعاء لا يضر نعم إذا كما دمت ما ظلمت هاش وقتاش يضر الدعاء أنتعها لك أن تظلميها نعم دعاء المظلوم مستجاب الجارة صامت هذا شيء ديما في البيت ديما فيه هي جارة رهي تكثر من الطلبات وتكلفك أكثر مما تطيقين أنت لا تستطيعين أربي قال لا يكلف الله نفس إلا وسعها فاعتذر لهذه المعدي والسلام وإذا كنكثرت عليك ما فتحت لها شلباب فأنت لست ظالمة ولست آثمة ودعا أنتعها لا يضرك والسلام إن شاء الله ربي يهديها السؤال الأخير دعا الديارة اللي كتبها بابها كاتب الديارة على يماها وهي أعطعت الديارة لخاوتها وأعطعتهم مش قليل من المال مع أنه ترك كثير من المال مادم أمك حية ماتت ماتت أي ثاني ماتت أنا فهمت بل ما زالها نعم ماتت طيب إذا حية التعود القسمة بيش تعطي لكم ثم أيضا ويقيم الدار ويعطي لكم درهم عن طريق التخارج ممكن إذا ماتت دعيوا لها بالمغفرة ونقدموا نصيحة لخاوتك باش تعودوا تقسموا هذا الميراث يتقسم طبقا للشريعة باش يعني هما ما يديوش كثير من حقهم وهدية يهديوها ليماهم إلى دار القرار إلى الآخرة يعودوا القسمة بقواعد الميراث بالفرض طيب فوزية من البوليدة طيب استمعت هذه صديقتها من وهران خطبها شخص من أمريكا دارو الأرز أرجع شهرين توفى رحمه الله وكانوا قد سواه هنا للعقد الشرعي والمدني معا الآن العدة هل عليها عدة زيد سؤال آخر والسؤال آخر هي طبعا في الإرث من هذا الزوج وأهله يمنعونها أهله وأهله يمنعونها نعم الجواب ولن بالنسبة لعدة نعم تعتد لأن تعتد هذه المرأة لأن زوجها قد مات لكن بعد تمام العقد الشرعي والمدني إذن تجري عليها حقوق الزوجة منها أنها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام كما قال القرآن يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة أما بالنسبة لحقها في المراث تستحق الربع لعدم موجود الفرع الوارث يعني زوجها هذا الله يرحمه إذا خلى 800 مليون هي تاخذ 200 مليون إذا خلى 400 مليون هي تاخذ 100 مليون هذا حقها الشرعي وعندها حق وحد آخر أنها تاخذ هذه المنحة تاحة فقط هم مت هم متزوجين ومت تأخذ كل الحقوق الشرعية والقانونية أما أهله الرافض نقول ربي يهديهم ما عندهم ش الحق يرفض ولدهم مات الله يرحمه هو ولدهم ولكن أنت زوجك إذن عندهم هما في الميارات ثلث أربع اللي يبقوا ثلث أربع اللي يبقوا يتوزع لحسب الوراث الآخرين والسلام أما بالنسبة للمنحة هذه تولي لك لأن القوانين تقضي بذلك لا يقدرون يعطوها للأرمى لم يعطوه الوحد آخر إذن هذا ما كان والسلام ماذا بقي بقي السؤال ياسم ياسم نعم ما هي طريقة المثلة لحب القرآن الكريم والله يا أختي ليس هناك طريقة واحدة طرائق هناك طرائق طرائق الطريقة لخارج التعليق هي وطبعا هناك نصائح عامة نقول مثلا الواحد يعني يترصد أوقات اللي يسهل فيها الحفظ اللي هي وقات الفجر مثلا وقت الليل وقت السحر كي يكون هدوء ما وش كي يكون الفوضى والغاشي والناس وكذا وتحفظي ما تحفظيش حتى كنت تحفظي سريعا وتنسينا سريعا هذا أمر يؤخذ في الحسبان الأمر الثاني إذا كنت ترتاحين أكثر يعني للصور الصغيرة أبدأ من صورة صغيرة صورة الناس وعندما صورة الفلق صورة الإخلاص وهكذا هذه طريقة وبعدين ترحيم القصار الصور وبعدين طلعي شوية شوية وربما أخرون يعني ينفع معهم يبدأ من صورة البقرة صورة البقرة العمران وهكذا البقرة ميتم مستثمين آية وصورة العمران ميتين آية وهكذا هناك يأتي من طريقة أخرى ينتقي الآيات يروح لصورة البقرة الآية ميتين وخمسة وخمسة آية الكرسي يحفظها يروح لصورة العمران يحفظ الآية ميت واحدة وتسائل وما بعدها وإنه يقول رب سبحانه إن في خلق السماوات والأرض وقت لايف الليل والنهار هناك اللي يرتاح بش يحفظ أسهل عليه آيات الأحكام هناك آيات اللي فيها قصص إلى أخيره المهم تواظبي وما تكثريش أفضل إذا كان طاقتك أنت تستوعي بالتحفظ آية وحدة في النهار تكفي آية وحدة في النهار معناه في شهر ثلاثين آية يعني في العام عندك ثلث تمية وخمسة وستين آية يساعدك يعني هكذا والتكرار أيضا مهم وكان يحفظ المصحف كان يحفظ من اللوحة كان يحفظ بالسمع إذن كان طرق كثيرة والباقي يكمل محمد صالح نكمل باقي نحن نعطي نعطي قواعد فقط التفضل أول شيء في الحفظ يجب أن يحفظ على الشيخ ثاني شيخ الأمر الثاني يوقع عندها شيخة تحفظت في الجانب يوقع عندها شيخة تجاه هذه هذه مسألة مهمة من هم في حالها هذا يجب أن يحفظوا من صورة الناس الحفظ من صورة الناس إلى صورة البقرة المراجعة من البقرة إلى صورة الناس الأمر الثالث أنه يتخير الأوقات بعد الفجر لليل الأوقات التي ترسخ فيها الحفظ الأمر الرابع سيد الشيخ في المتشابهات يتلفلهم بزاف الحفن فأمثل طريقة أنه يأتي بالمتشابهات وينظر فيها يعني يجيب وحدها منا وحدهم ويكتوبها أهنا تترسأخه رسوخا تاما نشرح لك يا عبت هذه المسألة تجيب صورة المائدة لأيه 92 إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فعبدون نلقوا في صورة المؤمنون الآية 52 وأن وإن قراءة هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فتقون تشوفها وتقيدها وما تنسيها الأمر الآخر أن يحفظ من مصحف موحد مصحف واحد ما تبدليش المصاحف في الطبعة وفي الرواية في الرواية وتراجعها في الصلوات يعني كي تقرأ خاصة في قيام الليل هناك من يحفظ بالسامع يسمع يحفظ وهناك من يحفظ بالتكرار الأمر الآخر في طريقة مثالية جدا هو أن يحفظ أن يكرر عشرين مرة ولا يحفظ أكثر من الثمون في اليوم الواحد يحكم آه يقرأ عشرين مرة ثم التي بعدها عشرين مرة إلى أن يكتمل ثم ثم يقرأ الثمون عشرين مرة هذا يترسخ ترسخ عجيب الأمر الأخير نعم خمسون ثانية قال خمسين ثانية الحفظ كنز لا يعطى لي أحد والعميل الأولين صعاب الشيطان له نصيب منها فالإنسان لا يعجل ولا يحرك به لسان ليتعجل الحفظ القرآن ولكن يثبت ويختم ديما يختم القرآن يعني يجمع بين المراجعة والحفظ تم الكلام وربنا محموده برخ الله فيك سيدنا الشيطان شكرا جزيلا شكرا لزميلة زينب في لغة الإشارة للأخت نوها وزملائنا جميعا في الخدمة التقنية تحيتنا لكم يلقاكم الشيط بعدها إن شاء الله في حدوث الساعة التاسعة في برنامج وصلح وخير برامج قناة القرآن إن شاء الله تلقوها أدنى الشاشة على الرابط في أمل الله والسلام على الجميع ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة